اليوم بسوي روز كابلي بالدجاج شوفوا الشكل لايه اسهلا نشوفها الطريقة اوشي حمستها البصل بعد اضيفت الخلنجان حيل ومسمار ولومي احمسهم كويس مع بعض ونتحمر البصل اضيف شوية ثوم وزنجبيل احركهم كويس مع بعض لان تطلع ريحة الثوم بعدها نزلت الدجاج وحركه على نار متوسطة لان تتحمر بعدها اضيف ملعقة كبيرة مع حجون طماطم وحرك اصب كوب عصير طماطم ونحركهم كويس مع بعض لان الكشنة تسبك انا عندي شوية من بشرة البرتقال وحبة بطاطس والبهارات اكتبلكم هي نحركهم كويس مع بعض بهذا الشكل الكشنة صارت جاهزة اصب شوية من عصير البرتقال بصوب كوبين موية وقط القدر على نار متوسطة تقريبا خمس دقائي انا عندنا الرز بس لكم نص سلقة استخدمت بنجابي مقصول منقوع نصف ساعة انا عندنا التجاج جاهز بضيف عليه شوية من موية الكادي بعدها بنزل الرز وهذه كمية المرق مع الرز بحاول اضغط الرز بهذا الشكل عشان ياخد لون الكشنة ونزل الكمية الباقي انا عندي شوية زعفران بضيف عليه شوية موية الكادي وصب على الرز وقط القدر على نار هادية ربع ساعة من عندنا الرز جاهزة سهلا شايفين شكله نغرفه في صحن التقديم وبالعافية شكرا